اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومسارات الجيل الرابع للحروب ومستقبلها في البداية دكتور جون بالرد عميد كلي الدفاع الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة ضابط متقاعد حاصل على البكالوريوس من الاكاديمية البحرية في امريكا والماجستير من جامعة كاليفونيا والدكتوراه من الجامعة الكاثوليكية عمل أيضا في جامعة الدفاع الوطني في دي سي ناشتن الديفنس كفول بروفيسور وعميد في كلية الحرب كوليج له الكثير من الأبحاث العلمية وستكتب كما شارك في تأليف كتاب ومعنا أيضا الدكتور كاليف سي محاضر أول في كلية الدراسات العليا للبحرية الأمريكية وشغل منصب ناء مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب حاصل على الماجستير من كلية الغيادة والأركان العامة والدكتوراه من هارفورد عمل محللا استراتيجيا في العراق وأفغانستان تم تسميتا من بين مفكرين العشر الأكثر تأثيرا في مجال مكافحة التمرد نشط جدا في البرامج الإخبارية والتحليلية في البداية أرجو أن تسمح لي أن يكون لي مداخلة قصيرة ومقدمة عن حروب الجيل الرابع في الحقيقة حروب الجيل الرابع حروب غير تقليدية ليس لها بدايات واضحة وتوقيتات زمنية محددة يصعب فيها بناء جدر وقائية أو اتخاذ مواقف دفاعية مثلت تغيرا جذريا في فن الحرب لم تشهد المؤسسات العسكرية ألا وهو انتهاء احتكار الدولة للعمليات العسكرية واختفى الخط الفاصل ما بين ما هو مدني وعسكري ولم تعد أرض المعركة محددة بأطر وأصبح الصراع العسكري يدور في المناطق الحضرية اليوم أكبر العمليات العسكرية تتم من قبل جيوش نظامية ضد مجموعات وميليشيات مسلحة من عام 1945 لعام 2002 كان هناك 226 صراع مسلحة كانت نصفها من بين الدول ومجموعات مسلحة وواقع المنطقة العربية اليوم يزداد غموضا حيث أصبح منطقة دول وميليشيات وهناك الدول لم تعد تمسك القرار كما كانت وهناك الدول قبلت بالتعايش مع هذه الميليشيات والجماعات المسلحة هذه الميليشيات اليوم أصبحت عددها يتجاوز عدد الدول العربية بعضها يحارب مع نظام وبعضها يحارب ضد نظام بعضها بادر لصناع الدولة كما فعل داعش وبعضها يسعى لإعادة تشكيل دولة كما فعل الحوثيون في اليمن وبعضها يهيمن على الدولة كحزب الله وأداء إقليمية لدولة أخرى كإيران وبعضها يريد أن يصادر الدولة ويجعل لها انعكاسات لمرئياته ومصالحه وهذا ما تفعله الميليشيات الشيعية في العراق كما أن هذه الميليشيات لديها ميول انتحارية ولديها الاستعداد لتحمل الخسائر بالأرواح لديها ارتباطات بجهات أجنبية والتي لديها المصلحة باستمرار الصراع والآن مع الدكتور جون بالرد سوف يتحدث عن أخلاقيات الحرب والمعاهدات الدولية سيري لديها 20 منصف السلام عليكم ولي العهد وكذلك قيادة دكتور جمال وأن تعليقات ممثلة تظهر في الحقيقة هذا الأمر إلى كافة العالم أود أن أشارك معكم إذن احترامي لألقات التحالف في اليمن كل من عش في هذه الأمة الكبيرة كان فخورا لخدمتهم ويجب أن ندرك تماما كيف أنهم إذن تعاملوا مع هذه الظاهرة من الجيل الرابع من الحرب وقرأوا ذلك في إطاري إذن أكبر حسن من الخطر من المظهر أن هناك الكثير من وجهات النظر المنتشاركة اليوم سوف أقدم لكم وجهة نظر مختلفة للجيل الرابع من الحرب من الحروب نحن سنبدأ بقصة الدول الأمم نرى ذلك على أنه تطور بطيء ما بين الأشخاص والحكومة فيما يتعلق باحتكار استخدام القوة فأن هذا الاحتكار نمى منذ العام 1648 في وستفليا وبدأ أن تحليلي سوف يخبرني أن الأمر لم يكن قويا كما هو الآن ولم يكن قريبا أصلا من القوى في الحرب الباردة كل هذه المناطق الرمادية سوف تكون موجودة دائما نستطيع أن نتعامل معها إن تعاملنا معها بطريقة متحذرة وبوجود كافة الأدوات في يدينا كجزء من نوعيتنا لهذا الأمر سوف أؤمن لكم إذن الإطار التاريخي أؤمن بأن هذه النشطة التي شرحناها ليست بجديدة فأنا لا أظن أن الجيل الرابع من الحروب هو تقدمي في الواقع أنه سلسلة من أنواع الحروب ولكنه لا يتجز مما كانت عليه الحروب خلال تاريخ الإنسان أنا متأكد أن تي أكس تكلم عن رؤيته لهذه الحروب وذلك لتعزيز الحوار وهذا مهم هذا ما نحتاج إليه أنا أؤمن أن هذه الحروب الجيل الرابع من الحروب ونشطات والأعمال يمكن أن تؤثر على كافة النزاعات الرهاب والعمليات النفسية ونشطات الدول التي ليست جزء من الدولة والدور أيضا الذي لعبه الأعلام في الحرب إنه أكثر أهمية اليوم مما كان عليه في الماضي ولكنه ليس بجديد كمثال على ذلك أريكم إذن صور لثلاثة معارضين للأمبراطورية الرومانية منذ ألفية عام عملوا ضد روما الحديثة باستخدام الجيل الرابع من الحروب والتكتيكات في فرنسا في إنجلترا وفي ألمانيا خلال العقد الأول من الألفية ونحتاج القيام به ونسأل أنفسنا كيف أن فهمنا هي الجيل الرابع من الحروب ونشطاتها تساعدنا على إدارة تأثيرات الحرب هذا ما هو مهم ولم يساعدنا على إدارة تأثيرات الحروب عندئذ يجب أن نجد حقيقة عميقة مجددا أنا أؤمن أن كفة الحروب لديها عناصر اقتصادية واجتماعية سوف أريكم من جهة تاليا من الحرب الأمريكية والهندية في عام 75 والثورة طبعا في الخمسينات تتركت الحرب الأهلية الإسبانية في الثلاثينات كل هذه الحروب كانت لديها إذن عناصر اقتصادية اجتماعية النهم الأساسي بالنسبة إليه هو ما أخبرنا إليها كلاوزويتس من أحتاج القيام به وأن نفهم طبيعة الحرب بحد ذاتها خاصة طبيعة وخصال الحروب التي نحربها اليوم سوف أعطيكم مثالا اليوم في العام 1270 عبر انهيز زمن إذن الحرب الفرنسي في أقل من الشهر وحين ظنوا أنه ربعوا الحرب كان عليهم وجهة شيء مماثل هذه الثورة التي دامت ستة أشهر بعد انتهاء الحرب التقليدية تخيلوا إذن نهاية تيبزماركا نستطيع أن نتطلق إلى الحروب الكلاسيكية الحرب العالمية الثانية هذه الصورة التي الجيوش يوغسلافيا كانوا إذن ثبار هربوا في أوكرانيا وتششنيا وإندونيسيا وغاتيمالا خلال نفس الفترة إذن رؤيتي الخاصة في هذا الموضوع هو أن نحتاج إلى معرفة طبيعة الحروب ونعترف أن الجريد ليس بإذن معروف في هذه المنطقة هذه الصورة وحاول أن تظهر لي وحاول أن أتكلم عنه معظم النشطات التي شرحناها خلال يومين الموديين تشرحه إذن خصال الحروب الجزء الرؤيوي الجزء الذي يغمره التقس وكثير من العالم الأخرى ولكن العالمة الديمغرافيا التغييرات في التكنولوجيا نشطات الجيل الرابع من الحروب والأعمال تعكس بعض التغييرات في خلص الحروب التي نراها خاصة غمود الفرق ما بين السلم والحرب بين الدول والأطراف التي لا تنتمي إلى الدول وارتفاع قوة الأعلام ولكن الجزء الموجود الفوضوي وهو الحروب بعدما نحتاج أن نفهمه فإن العنف المنوط بالحروب والغمود وهذه الطبيعة العنفوية للحرب هذا من يجب أن نفهمه يمكن أن يكون هناك حدود على الحروب ولكن أنها غير الموجودة وإدارة هذه الحدود يجب أن تكون أساسية مثل النار يمكن للحرب أن تدميرنا جميعنا إن لم نحترمه ولكن معظم الأشخاص يعتقدون أن الأخلاقية والقانون يمكن أن يربحوا في الحروب وهذا في الواقع يجب أن يكون هدفنا الأساسي وهذا ما أرد أن أتكلم عنه اليوم وسوف أتكلم وأبدأ بالتكلم عن الأخلاقيات إن الحرب المحدودة تبقى هدفنا حين ننجأ إلى الحروب فإن الدول تحاول أن تزيل إذن أي دمار يمكن أن يحدث لشن حرب لمصالحها الخصادية هدفها الخصادية يمكن الأخلاقيات أن تساعدنا على فهم كل ذلك ولكن المشكلة تكون إلى نظرنا إلى الأمور الأساسية في كافة أنحاء العالم فكلها متوازية الإسلام واضح جدا في تركيزه على الحرب المحدودة الإيمان المسيحي أيضا واضح يقول أن الاستثمار في هذه الحروب العنيفة تجعل أن نتكلم حول كيفية إدارة تأثيرات الحرب حتى البودية والإيمان الصيني سنسو يتكلم عن كيفية حدنا لهذا النطاق العريض من الحروب إذن السؤال والتالي إن الشيء سبب رفضها الأشخاص لهذه الأخلاقية الواضحة الثقافية والدينية ويلجأوا إلى حرب إذن غير محدودة كيف نتعلم مع هذه الاستثناءات؟ ما هو واضح بالنسبة لي هو أن غياب الأمل غياب الوظائف مثلا والخوف الشرف والمصالح هناك أمور سمعنا عنها لألاف السنين كل هذه أسباب متكررة تجعل من نشوء إذن المحاربين الإرهابيين أن الإرهاب لطالما كان إذن موجود سوف نتكلم عن إيجاد هذه الأجوبة كيف نتعلم مع هذه النزاعات من خلال القانون؟ مع الأسف أن القانون والقانون الدولي كان معارضا للمشاكل ومثينا للجدل لدينا محكمة دولية والأمم المتحدة ولكنها لا تتصرف دائما بشكل فعال كما نودها أن تتصرف اتفاقيات جناف على الشاشة أمامكم هي البداية فإنها بشكل واضح تشير إلى الحدود في الحروب يتكلمون عن حقوق السجناء حماية الجرح والمرضى حماية ضحايا السفن وكذلك حماية المدنيين في الحروب لدينا اتفاقيات لها التي تتكلم عن استخدام الأسلحة في الحروب وتجريم بعض الأسلحة والأسلحة الكيمائية مثلا الكيمائية البيولوجية وأن ما هو تنضع في هذا النظام القانوني هو تنفيذ ذلك بما أنه لدينا اتفاقية هذا لا يعني بالضرورة أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية وبالتالي هذا يتعلق برأي بإذن مجلس الأمن الأممي وأنه لم يكن ناجحا في الكثير من المناسبة مؤخرا في تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات إن المحكمة الدولية الجنائية يمكن أن تكون مصدرا للحد من الحروب ولكن فقط 120 دولة تشكل جزءا من اتفاقية روما وهي بالتالي ليس لديها إذن نسخة مستنفدة لكفت هذه المشاكل تتعامل مع جرائم الحرب إنها مصدر وليست مقبولة دوليا إن المحكمة الدولية للعدلات وهي منظمة أمامية أيضا تشكل وإمكانيات مهمة وأن المشكلة هنا تقوم في أن دول فقط يمكن أن تلجأ للمحكمة الدولية وليس الأطراف الذين لا ينتمون إلى دولة ونصم تتعامل معهم في هذه المشكلة هم هؤلاء الأطراف الذين لا ينتمون إلى الدولة وبالتالي محكمة العدلة الدولية ليست لهم في هذا المجال لا أريد أن التكلم النظر أن أذكر أهمية القانون المحل والخدمات الأمنية يمكن لهذه المشاكل وكثير منها أن يطوم حلوها ضمن إطار القوانين المحلية طبعا في إطار الإنفاذ الإطار الأمني الشرطي داخل استخدام الأدوات التي لدينا في الحقيقة وسير قدوم لمحاولتنا أن نحدى من بعض هذه الخبرات الناشئة قبلت كفة الأمم في كافة أنحاء العالم المحكمة الدولية نتكلم عن دولتي نستطيع أن نتحرك أكثر إن كان لكل أمة خدمة جرطية وبوليسية مهمة يمكن أن نغطي كل هذه الأمور نستطيع أن نجد حلا لكيفة هذه المشاكل حتى الأمن المتعلق بالأمم المتحدة يمكن أن يساعدنا في إيجاد حل هذه المشاكل لدينا ومؤخرا فكرة طبعا المسؤولية الحماية هذا الالتزام المدعوم قبل الأمم المتحدة تستحل الدول لأن تمنع مسائل مثل جرائم الحرب والتطهير العرقي هذا برأيي يعد خطوة مهمة قدما ولكن يجب أن نفهم الفكرة وراء الحرب بحد ذاتها والأمم يجب أن تفهم في الحقيقة كيفية وضع إطار الحرب في إطاره المناسب وإدارة القوات العسكرية في حالات تعد مناسبة لما تحتاجوه لتنفيذ مهامها نظر أن نشطة المجلس الأمن وفقا للفصل السابع والسادس نستطيع أن نرى أنه لم يكن فعالا قدر ما نراها وقدر ما نريده إذن نجح في كنيا في العام 2007 و2008 ونجح في سحل العاجة في العام 2014 كوديفوار وأن المحكمة العدل الدولية تعمل بتحقيق في جمهورية الأفريقية المركزية ولكنه لم ينجح في سوريا وفي مناطق أخرى من المنطقة لقد ذكرت أيضا الجرائم الحرب لأن الكثير من الدول بدأت في هذه الحروب من دون أهداف واضحة حربية أو أهداف يمكن أن تلجأ إلى أمور لتخطى ما يمكن تحقيقه وهذا سبب الكثير من المشاكل طبعا مع الأطراف التي تنتمي إلى الدول ليس فقط في المنطقة ولكن في كافة أنحاء العالم نحن في الواقع نحتاج للتركيز على كل أمة طبعا بطريقة أو بأفضل طريقة الممكن يجب أن نعمل سويا لتحسين الإجماع لتطوير بعض هذه الأدوات القرونية لمساعدتنا خارج هذه الأزمة ويجب أن ندفع قدما للمزيد من القيادة الأخلاقية طبعا في كافة أنحاء العالم ويقال في مقدمة الشاشة أن أردتما سلاويج من تتحضر للحرب وجزء من ذلك هو فهم هذه الأبيئة وطبيعة الحرب وقدرتها على تدمير هذه الإنجازات المجتمعية التي ألتنا بها حتى الآن فكل دولة يجب أن تفعل ذلك بالنسبة لي هذا يعني التعليم التعليم حول طبيعة وخصال الحروب التوقعات الواقعية حول القانون الدولي ما يمكن أن يقوم به ولا يمكن أن يقوم به والمقاربة الواقعية حيالة تهديدات الحربية يجب أن نفهم تماما أن الحرب تسيطر عليه إذن الفوضى عدم اليقين إذن نوع الفوضى إذن نجأ الحروب ومع من كان نوعها يجب أن يؤخذ كملجأ أخير هذه هي الأمة التي أظهرت إذن تفكير وابتكار مهم فأنقدتها أظهر هذه القدرات الرائعة على الأرض ما يجب أن نقوم به هو أن نتأكد من أن نضع هذه الحرب في إطارها الممكن لنعطيهم كافة المنافع الممكنة لإيجاد النصر في الحرب أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد سهلت طبعا هذه التغييرات في غصال الحروب وبالتالي لم تتؤثر على طبيعتها ولم تمنعنا من تنفيذ هدفنا الأساسية وزير الدولة للدفاع طلب منها حين بدأنا هذا المؤتمر هل يمكننا أن نسعى وراء تخطي هذه الميول للانتقال إلى حرب غير محدودة وأن جوابي هو نعم نستطيع أن نحافظ على اتفاقية جناف ونستطيع أن نحسن هذه المقربة الأخلاقية تجاه الحروب نستطيع أن نتجنب بعض هذه النشاطات العنيفة من خلال تطوير قيادات ناضجة تحترم هذه الطبيعة المميتة للحروب أنا أؤمن بشكل واضح أن الأم ستستمر بتصرفي وفقا لمصارحها الخاصة وأن الأفراد ستستمرون بتصرفي خارج سلطات الدولة وأن الحروب ستكون مختلفة وقل سيترى مما نوده ولكن هل يمكن للقادة المتعلمين أن يؤمنوا الأمن وازدهار شعوبنا مع ذلك شكرا لهذه الفرصة أتطلع لمناقشتكم طبعا شكرا جزيلا شكرا دكتور جون شكرا دكتور جون والآن ننتقل إلى الدكتور كارل شكرا ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم السلام عليكم أصحاب السمو أصحاب السعادة السادة الوزراء الضيوف الكرام الدكتور جمال السويدي وموظفيك الذين يعملون هنا في هذا المركز شكرا لكم على هذا الامتياز بأن تدعوني لهنا وندخل في دراسة هذا الموضوع الذي أتى في حينه تماما وأنا أدرس عادة في الجامعة وتحدث مع الكثير من الناس الذين يحضرون هناك وطبعا ويسمون دولة امارات العالم المتحدة بأنها وهو عنوان مهم جدا وأعتقد أنني لابد أن أشيد بكرم الضيافة التي أبداها لنا مركز الإمارات للدراسات والبحث استراتيجي وأعتذر أنني لا أستطيع أن أتحدث لكم بالعربية وأن ولدي يتحدث العربية وقد درسه أستاذ مصري ولكن ليس لدي الموهبة لتحدث بلغة العربية ولكن ستحدث بالإنجليزية وسأتحدث هنا عن نفسي طبعا والموضوع الخاص بالدراسات أيضا وعادة يدرسها طلاب الدراسات العليا في كاليفورنيا عادة ولدينا أستاذ رائع ورئيس مهم ليلقسمه البروفيسور كولا وهو معروف بالكثير من البحوث التي شرى بشأن القضايا الدفاعية وأن الكلية أيضا فيها الكثير من الأسماء مثل وين هيوز والمفكر العملياتي في العمليات البحرية أيضا خلال نصف القرن الماضي في البحرية الأمريكية وبطبيعة الحال أيضا هي جامعة حقيقية وفيها العلوم الاجتماعية والعلوم التقنية أيضا التي ندرس فيها وأن القسم الذي يعمل فيه أيضا لدينا حوالي 150 طالب في كل دورة وهم من كافة أنحاء العالم وهناك من 56 دولة من ضمنها دولة المتحدة والآن أن تقسيم أيضا من خلال إرسال عدد من الطلاب وأن طلاب الدراسات العليا أيضا الكبير منهم وسيد الذي قاد القوات الخاصة أيضا سيد مكريفن وهو واحد من الخريجين في هذا الموضوع ولكن موضوعي هنا أن نتحدث عن مستقبل الحروب ومتالي ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك وقد غطينا هذا الموضوع بقوة خلال يومين الماضيين والحقيقة أن العميد أيضا بلد تحدث عن الدافع وراء ذلك عن القول من العبارة اللاتينية إذا كنت تسعى إلى السلام فاستعد للحرب فاستعد للحرب وبالتالي فإن هذه الرؤية واستفسار لتوقع ما الذي يمكن أحدث ولكنني أقومها بشيء من نأخذ مفاكر كبار ربما كانوا مثل الماكيافلي الذي كتب كتاب الأمير والذي كتب في كتاباته عن فن الحرب أيضا استبعد فكرة استخدام الباودر في المدفعية في الميدان وأيضا نابوليون أيضا الذي إنري جومني الذي كتب عن نابوليون في كتابه التاريخي فن الحرب أيضا الذي الذي لم يكن فيه متوازن وقد توقع بأنه وقد قضى خمس سنوات وهي قاتل المتمردين في اسبانيا ولكنه قضى أيضا وكتب فقط مقطعين للحرب مع العصابات أيضا والمتمردين وكذلك الحال بالنسبة لبداية الحرب العالمية الأولى أيضا فاردنفوش الذي كان مدرسا أيضا في الأكاديمية العسكرية الفرنسية وفي مبادئه في الحرب قال تفسير أن هناك استخدام الأسلحة ذات الغطاء الناري السريع وخاصة البلاطق الآلية التي تعطي الامتياز في ساحة المعركة لمن يهاجم وبطبيعة الحال فإنه كان مخطئا تماما في هذا المجال وبعد ذلك وفي أيضا سوء التفسير الخاص بالتقنيات الجديدة التي يمكن أن تصل وتراحظون هنا الهاتف الذي دخل أيضا والذي أصبح شائعا في بداية الحرب العالمية الأولى وإن فكرة استخدام الهاتف أيضا واستخدام كما يقول أحد البحث الاجتماعي أنها ستكون أيضا واحدة من إمكانيات الكبيرة لتحكم والسيطرة لأنك يمكن أن تستطيع أن تستخدم الهاتف لأن يحل محال الشخص والإجراءات الخاصة ويمكن أن تساعدك باتخاذ القرارات دون أي ضغط معين أو خطر معين وأنت في كان بعيد والحقيقة أن ما قام به الهاتف نفسه أيضا أنه قد تمكن أيضا من مساعدة الضباط والمقاتل أيضا ولكنه خلق أيضا مسافة معنوية ونفسية ما بين القائد وما بين الجنود وهذا كان سببا كبيرا في بعض الكفزة إذن من الذي يتوصل الحقيقة أعتقد أن جان بلوك وهو أحد رجال المصارف والمال البولندين يان بلوك الذي كان في الحقيقة من الداعين إلى النشاط السلمي في العالم ولكنه كان له اهتمام كثيرا في إدخال التقنية في المجال وعندما تحدث عن الأسلحة النارية الجديدة وأيضا وقد استنتج بأن هذه الأسلحة قد تعطي قوة للدفاع ولكنها أيضا من خلال تخمينه لأن الخسائر الكبيرة التي تقع أيضا والخسائر الكبيرة التي تدفع الجيش التي تدفع للمعركة ودفعها للخنادق وبتالي فإن الشيء الوحيد الذي أخطأ به أنها الأسلحة التي تجعل الحرب مروعة جدا بحيث أنه لا يمكن لقائد على سياسة وعسكري يمكن أن يبدأ أي حرب متجة لهذه الفضاعات ولكن دعونا نفكر بالمستقبل ونترك الماضي وأيضا العميد أيضا قدم لنا أيضا الفكرة عن أن يكون التاريخ دليلا للمستقبل أيضا وكما لاحظ بأن هذه النظرة أيضا أذن تافر الكاتب المستقبل الذي تحدث عن موجات التاريخ من أجل أن نتوقع التاريخ ولكنه أيضا درس الموضوع عن كثب وخاصة تاريخ من المنظور الماركسي من أن كل التاريخ هو عبر عن تقدم للصراع الطبقي الذي ينتهي بدكتاتورية البرولتارية كما يقول كارل ماركس وبالتالي فإن الفكرة هنا أيضا من خلال تطور الأجيال أو أجيال الحرب نفسها فيها الكثير من أفكار التأمرية أيضا ولكننا خلال يومين الماضين لاحظنا أن هناك الكثير من الانتقادات وخاصة لتيكس وسيد العميد الذي حدثنا قبل قليل الذي حدث عن الحرب انتقلت من القتال المباشر إلى المناورة إلى القوى النارية أيضا قد فشلت أيضا وتحولت من المركز إلى التعامل مع المنطقة أو العصر الحديث وخاصة بالجانب الغالبي مع أهمال أيضا الشرق الأوسط والشرق الأدنى والشرق الأقصى أيضا في مجال الحرب ولكن كانوا فينا من نسبة لنا أن نتحدث هنا اليوم عن الجيل الرابع لأننا ركزنا على فكرة طبيعة هذه الحرب الرابعة أيضا الجيل الرابع ومن هو العدو بالحقيقة أيضا ومن هم هؤلاء الأعداء الذين لابد لنا من مواجهتهم وأن فكرة الحرب ما بين الأجيال أيضا أو أجيال الحرب نفسها كان فيها بعض الأفكار خاصة التفكير بالمستقبل وعندما ننظر إلى الأجيال الحرب ونقول أنها عبر التاريخ أيضا تحولت من الأرض البرية إلى البرية إلى البحرية إلى الجوية ثم إلى الفضائية كما ذكر اليوم أيضا والآن دخلنا إلى الشبكات الألكترونية الآن ولكن هناك فترات مميزة في هذه الحروب وهذه الأجيال مع التدخل ودخول أسلحة جديدة وتقنية جديدة والتي ركزنا نفسها لأن في دهة المطاف أن العامل الأهم هو العنصر البشري والمجال البشري هنا وماذا عن النظرية باعتبارها دليلا إلى المستقبل مرة أخرى أن هذه قد تكون إشكالية ذلك لأن سيد ألفرد مهان الذي كان واحد من المنظرين الكبار الذي طرح هذا الفكرة والذين شاهدنا بأنه كان قد قادة القوة البحرية وأساس بأن باعتبارها قوة كبيرة تقوى الدولة ويمكن الربط ما بين بريطانيا وثروتها الكبيرة وبين بحرية الكبيرة وما كان مفقودا في نظريته وأن هي الاستراتيجية ما كان تحدث عنه سيد بالرد قبل قليل بأن الدول تفعل أشياء دون أن يكون لديها هدف محدد في أذهانها وبالتالي مرة أخرى سيد مهان أخطأ كثيرا فقال أن هناك غواصات موجودة في الوقت الذي كتب في الكتاب ولكن تخيل بأن يكون هناك عقول مفكرة وليس إمكانية استخدام رادارة تجارية مثلا في السفن والتي طورت بعد ذلك خلال الحربين العالمية الأولى والثانية وجوليو دوهي القائد الإيطالي الذي قدم أيضا وكرس حياته أيضا لتحريك الاستثمارات في الطائرات أيضا تخيل بأن ساحة المعركة يمكن أن تنتقل من الأرض والسطح أيضا لمواجهة السماء وانتقال إلى المواجهة في السماء وكان مختئ طبعا لأن كل ما فعله وكل الاستثمارات في الطائرات والحرب الجوية أيضا قد وسعت ساحة الحرب ولكنها أيضا كانت يمكن أن أدت إلى أدخال الكثير من القوات غير المقاتلة مرة أخرى وعادت إلى ساحة الحرب ومن ذلك الحين على الرغم من تكريسه وحياته أيضا للقوة الجوية إلا أنها بحد ذاتها لم تكن حاسمة في كل الأشياء إذن قياسات أخرى للتغيير أيضا عندما ننظر إلى المستقبل وأنتم تعرفون هذه المصطلحات والتي تمر عليكم وهناك عدد من المؤلفين مايكل هاورد جيفري بارك والذين كتبوا عن هذه المواجهة والتي يمكن أن تستخدم في تتبع وتعقب النقطة الأساسية والنقطة التي يطرح نحو طبيعة المستقبلية للحرب وأن طبيعة الحرب ونفسها أيضا وبالتالي فإن أفضل طرح لها في الشرق أيضا من قبل سيد سانزو الذي كان شخصا حقيقيا وليس وهميا ومبادئه العسكرية التي طرحها في الصين أيضا وأيضا ترجمة الفرنسية في عام 1772 أيضا ولديه الشخصية الخاصة في الحرب وطبيعة الحال لدينا القائد البروسي في نظرية الكبيرة وعماله الخاصة والتي هي العمل وفي دراسة الحرب ونصل إلى النقطة المتعلقة ب أيضا مركزية العنف الذي نتحدث عنه أحيانا في الحرب ومهما كانت الحروب وكيف يمكن أن تستمر حتى هذه اللحظة ولكن ماذا عن استخدام التهديدات كدليل للمستقبل بالأجل أن نتنبأ بالمستقبل وأن هناك الكثير لدينا دول فاشلة ودول ستفشلة في ليبيا وفي سوريا وهناك تمرد وحروب بالنيابة وبالوكالة التي تحدثتم عنها خلال يومين الماضيين وهناك الإرهاب أيضا وأن الولايات المتحدة الأمريكية وقادتها السياسيين والقادة العسكريين وفي ست مناسبات يمكن أن نحسبها هنا أن أيضا أكدوا عن قتل هؤلاء القادة من القاعدة أيضا ولكنهم عادوا أقوى من ذي قبل أيضا وكل هذه الأشكال والتهديدات الأخرى الجريمة الألكترونية مثلا القرصنة وجرائم أخرى أيضا وغسيل الأموال وتهريب المخدرات والتجار بالمخدرات والعصابات الإجرامية والجريمة المنظمة والتهريب بكافة أنواعه وتهريب البشر والدخار والتجار بالبشر والفساد الحكومي وأيضا وهناك الكثير من الجانب السلبية التي قد لا تكون مباشرة في هذه المنطقة ولكنها بدأت بالتأثير عليها الكورية الشمالية مثلا التي استمرت في تقدمها في تطوير أسلحتها النووية وتسعى إلى أن تستخدمها أيضا والصينيون أيضا الذين أيضا اتخذوا أيضا شخصية امبراطورية بتحديد أنفسهم وتطوير بحريتهم واستخدام أيضا الاستخدام الصواريخ المضادلة للسفن الحربية من الجيوش التي فيها الكثير من الوحدات الخاصة التي تستخدم قراصلة الكمبيوتر للدخول إلى الشبكات الألكترونية للدول الأخرى واحدة من هذه الأمثلة الكبرى التي نقدمها بنوع الحرب التي نشهدها أيضا وهي الحرب غير النظامية والحرب الهجينة أيضا وهي روسيا أيضا وأن الطريقة التي طوروها والتي تعود إلى قرن ما يسمى بالقياسات النشطة والفعالة أيضا وشاهدنا ذلك مؤخرا أيضا في القرم وفي ضم جزيرة القرم أثناء مناقشة مسألة الانفصال في أوكرانيا أيضا وصورة خاصة قد أظهروا سيطرتهم وهملتهم على ما يسمى بما يسمى بعمل نظرية الخداع والمسكروفسكا وكذلك الحال واستخدام الضباط أيضا والذين تمكنوا من نفاذ إلى داخل السكان وكمحرضين للسكان ضد الدولة في أوكرانيا أيضا واتخاذ إجراء سياسي ضد الدولة وبالتالي فإن هذا من الصفحة الأولى أيضا للصحافة صحيفة واشنطن بوست التي قدمت لنا بصورة عامة والتي أعادت طباعة ما قاله واخبرتهم بها الحكومة الروسية عندما أعلنت أنها ستشن مناورات عسكرية في الجانب الغربي والمناطق الغربية والحدودية من القريبة من أوكرانيا وقالت أنها لن تقوم بأعملية عسكرية هناك في المقاطعات الجنوبية ولذلك أن العابة الأولمبية في سوشي كات على وشك أن تحدث ولأنها كانت كذبة كبيرة في الحقيقة ذلك لأنه هيئة المظليين والقوات الخاصة أيضا لأن تبدأ بعمل الغزو للقرم أيضا واستعدادا لهذه الحالة وبعد اتخاذ الكثير من الإجراءات الخاصة فكما الحال في منسبة للسوفيت أيضا وقلت ولكنني أقصد الروس أيضا وخاصة القوات الروسية تحت غطاء ما يسمى بفنين ومتخصصين في البرامجيات الأخرى قد أرسلوا البرامج الخبيثة لكل منظومات الكمبيوتر الأوكرانية وعطلوها تماما وبدأوا وادوا إلى انهيار القيادة والسيطرة في أوكرانيا تماما وفي ذات الوقت فإن الانتفاضة الشعبية كانت قد بدأت وقد سيطرت على القواعد البحرية والمطارات أيضا وتمكنوا من السيطرة على الإعلام وأن كل الجنود لديهم عبارات بالانجليزية والفرنسية والألمانية لقيادة الصحفيين إلى نقاط التجمع وانخرطوا أيضا في مشاركة المجتمع في العملية وبالتالي فإن بريسدن بوتين نفسه قد انخرط في هذه العملية واستعداد أيضا في تقديم هذه الأكاذيب الصلاة المباشرة وقال أنه ليس هناك قوات روسية في جزيرة القرم أيضا وهذا جزء من أوكرانيا كما حدث الآن بنفس النمط الحالي مع اللمسات الإضافية ما يسمى بالمواكب الإنسانية التي قدمت المساعدات والذخائر وغيرها أيضا للتمرد الموجود أيضا وليتشرف عليه روسيا في شرق أوكرانيا أيضا وفي ذات الوقت فإنهم أيضا أرسلوا قواتهم البرية إلى البلاد بدعمهم عند المنطقة الحدودية وأن البحرية أيضا الروسية قد دخلت فيها العملية وبقيت منذ زمن بعيد في دول البلطاق وهناك أيضا ما يسمى بأيضا حوادث خاصة التي حصلت فيها هذه الحوادث التي تحدثنا فيها وكان هناك الكثير من الحذر في التعامل معهم ولكنهم أيضا باستخدام قوات الغواصات في منطقة البلطاق أيضا وهناك قوات أخرى قد انخرطت ودخلت في مواجهة دعونا تحدث عن العقيد بيبلي نيف وهو واحد من القادة السوفيت في القوات الجوية السوفيتية السابقة والذي قال أنهم أسقطوا في معشر من الطائرات المقاتلة الأمريكية في كوريا عندما كانوا يقولون أنهم لم يستمع مشتركين في الحرب لكنهم أسقطوا الطائرات الأمريكية في كوريا أيضا وقد دور ستالين أيضا ستين طائرة مقاتلة أيضا في أثناء الحرب الكورية دعما للكوريين الشماليين في حربهم لموازنة القوى هناك وقد أنهم استمروا في هذه العمليات اليوم وبنفس النمط وقد نجحوا أيضا في سوريا كثيرا في الحصول على تدريب جيد خلال هذه الحرب ولكن واحدة الأشياء التي نفكر فيها في هذا المجال ما الذي يأتي بعد ذلك خاصة عندما فكرنا بهذه الطريقة عندما تحدثنا عن الحرب الباردة الأولى التي حصلت ما بين التحاد السوفيتية أيضا من خلال الفترة التوسعية السوفيتية التي بدت مهددة وإن مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدر أيضا ما يسمى وثيقة الانسي 68 وهو التقليل رقم 68 الذي تحدث عن ما يسمى بالاحتواء خاصة احتواء الرئيس مالية كما يقول لينن في حديثه أيضا وقد استخدمنا هذا التصريح وهذه العبارة في الاحتواء الشعوعية خاصة والتي كتب أيضا بالنسبة لستراتيجية الحرب الأمريكية الباردة أيضا وأن سياسة الاحتواء قد نجحت وتنجح في الحقيقة في الاتحاد السوفيتي وانهياره أيضا في هذا الموضوع أيضا واحدة من التوقعات المستقبلية والحروب المستقبلية التي قد تأتي أيضا في المنطقة وعلى مستويات مختلفة وموجودة هي حرب باردة جديدة هنا في هذه المنطقة ضد إيران والتي ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن لديها تاريخ طويل وغير سعيد مع هذه الدولة وأن الإيرانيين لدي إحساس بأنهم يمكن أن يستخدموا الأسلحة بأشكال مختلفة وباستخدام حتى بناء القوات التقليدية في ذات الوقت وكذلك الحار وتطوير برنامج نووي والذي يستمر أيضا حتى يومنا هذا لتهديد المنطقة برمتها وكذلك الحال حتى بالنسبة للحرب الباردة الأولى التي تحدثنا عنها قبل قليل مرة أخرى نعود إلى حديث السيد بلارد كيف أن الأشياء لا تتغير كثيرا كما قال المحاضر السابق وأن مثلا حركات التحرر الوطن التي ساعد الاتحال سواتي إثناء الحرب الباردة أيضا تتلقى أيضا نفس الدعم المباشر من الدولة وتوجيهات أيضا التي تأتيها من الدولة إذن ما هي الاستجابة لهذه الحالة وسؤال طرحة في اليوم الأول هنا لا بد نحتاج إلى استراتيجية للحرب الباردة بالنسبة للدولة الإمارات العربية المتحدة وهي مجرد فكرة بسيطة ومقترح بسيط جدا لتطوير استراتيجية تجمع ما بين المبادرة مباشرة وغير مباشرة والاحتواء إيران وتأثيراتها في المنطقة وهذا يشمل أيضا معالجة عناصر القيادة والردع والعمل الاستخباري في المنطقة وكذلك الحال والاستطلاع والمراقبة أيضا الاستخبارية حتى باستخدام مركبات غير مأهولة على البر والبحر والجو وموازنة القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة بالإضافة إلى عنصر آخر لبناء أيضا قوة أو ذراع وطني من خلال واعتماد على الخدمة الإلزامية الوطنية والتي تشتمل على كل العناصر التي يشار إليها عادة في الكثير من الوثائق والتي على أنها القوى الوطنية أو السلطة الوطنية وبالتالي لا بد أن نأخذ في نظر اعتبار الأسلحة الخاصة والتي نستخدم أيضا والتي يمكن أن تستخدم ضد الإمارات وربما أو يمكن أن تكتسبها دولة إمارات العربية المتحدة وفي كل هذا الأمر لا بد أن يراد له أن بناء أفضل الدفاعات في هذا المجال لدولة إمارات العربية المتحدة والتي تجعلها أيضا دولة ذات معنوية وهذا أفضل طريقة للدفاع لمواجهة الحروب الجيل الرابع وتجعل منها مرة أخرى أكثر من حجمها وأكثر من حجم سكانها في المنطقة بما يعطيها أهمية أكبر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا لك ناوش فين هل هناك يسل هل هناك سؤالات؟ هل هناك علاقة مع انخفاض سعار النفط ومدى استغلال العدو لهبوض سعار النفط لتشجيع هذا النوع من الحروب؟ هذا سؤال نوجيه أن الجيل الرابع من الحروب دائما ما تتكلم في إطار المنفى الاقتصادي والاجتماعي ليست حصية للنفط مما كانت المصادر التي كانت تعتمد عليها هذه الأمم لأن هذه قد تكون نقطة قوتها أو ضعفها في هذه الحالة فإن أنواع النشطات التي تحدث هنا في المنطقة لا تركز على النفط بشكل خاص وهذا بسبب أن النفط هو مصدر طبيعي وشائع في المنطقة ولكن أظن أنه سؤال وجيه لكي يطرح ما هو التركيز الحقيقي لنشطات هؤلاء الأشخاص؟ ما هي الأهدف التي يحاولون تحقيقها؟ في هذه الحالة لا أظن أن النفط طبعا هو الأساس أظن أنه كانوا مهمون أيضا في الماضي ولكن السؤال هو دقيق جدا شكرا في أي سؤال ثاني أخو أي سؤال أخر أي سؤال أخر شكرا لكم دقيقة جدا تفضلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من المهم أن لا نكون استباقيين فإن المحاضرة الثانية التي أثارها كيليب قال أنه من الصعب أن نتوقع ماذا سيحدث في الحروب المستقبل وحاول أن نقم به هو أن نطور مرونة في ابتكار الأفكار حين نذهب لمناهضة هذه الظروس سوف نكون متحضرين لغير المتوقع أن نتعامل مع الفوضى وعدم اليقين الموجود في الحروب إذن لذا نحن لا نتكلم أن يكون لدينا معادلة واحدة أو مقاربة واحدة نتكلم عن تطوير مرونة ألا الذهن للتعامل مع عدم اليقين الموجود في هذه الحروب لن أحذر طبعا ماذا قد يكون عليه الحروب الجيل الخامس من الأفضل والأجداء نحضر قدثنا لأي نوعا من الأمور عبر أعطائهم الأدوات التي تعطيهم القدرات على الاستجابة لما قد يواجهونه أنا أظن أننا بحاجة لتضوير قدراتنا في تجاهات مختلفة أن نتأكد من أنه لدينا الضمان طبعا لتأمين أمتنا ولحمايتها ولهذه الأسباب إن كنا قادرين هذا يعني أننا ندرك تماما أننا جاهزون لهذه الحروب هذه هي تعليقاتي هذه هي تعليقاتي أصارت سؤال في المنتهى الأممية شكل الحرب بيتغير مع تغير الزمن ولو بصينا في بوناراما للتاريخ كله هنلاقي أجيال الحروب وحتى الحديثة كما يمكن قرينا عن الكاتب الأمريكي ويليام ليند هو قسم الأجيال لأربع أجيال واللينا نقشنا يمكن في المؤتمر فما هو قادم يجب أن نستعد ليه لم يكن عند الدولة أو عند دول المنطقة تحليل لشكل الحروب المستقبلية وأن تستعد لها من الآن وأن تهاجم استراتيجية العدو وليس مهاجمة أو مجابهة استراتيجية تم التصديق عليها نحن الآن بنواجه استراتيجية تم التصديق عليها وكل واحد خد إمكانياته بيشتغل بيشتغل بيه على الأرض نحن نعيش في منطقة ساخنة من العالم فيها الموارد وفيها عين العالم كله عليه ولو حللنا التاريخ نلاقي إحنا بنحارب من سنين طويلة ما هو مسجل على المعابد عندنا في مصر سبع تلف سنة ده المسجل ده في قبل كده مش مسجل كمان فبالتالي أرجع تاني يجب أن نتوقع ما هو قادم من خلال مراكز أبحاث تبحث بمنتهى الدقة وبأسلوب علمي وحيادي ما هو شكل الحرب سؤال بسيط إيه شكل الحرب اللي جاي إيه هدفها إيه أدواتها وأسالبها إزاي نواجهها كاستراتيجية ونفشلها قبل ما تبدأ ونجري وراء أحداث ونشتعل على رد فاعل شكرا السلام عليكم أستاذ وليد إعلامي يعني أنا في هذا المؤتمر سمعت عن شيء اسمه الحروب التقليدية لتتم بواسط جيوش تقليدية وجميع المتكلمين أكدوا أن الجيش الذي يمتلك السلاح الأقوى هو الذي ينتصر سواء كان على حق أو على باطل يعني ما ركزوا على عملية أنه يجب أن يكون هناك حق حتى تنتصر أنه عليك أن تمتلك سلاحا قويا حتى تنصر الحق والواقع اللي صاير أنه فعلا الجيش الذي يمتلك السلاح الأقوى سواء كان على هو الذي على على باطل ينتصر والدليل على ذلك إسرائيل وأمريكا وما تفعله إيران وغيرها هذا نمرة واحد يعني أنا لماذا ننظر الحروب؟ لماذا لا ننظر لإنهاء الحروب؟ لماذا لا ننظر لإنهاء الحروب؟ لماذا نكون جير رابع وخامس واساس؟ لأننا لا نريد أن نعالج المشكلة من أساسها لا نريد أنه الحروب دول عظمى بدلا من أن تخف مع الحق وتنصره تخف مع الباطل وتؤيده بكل أنواع السلاح القوي والماضي لاحظنا أمريكا مثلا تخف ضد إيران وضد 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 ولكن عندما عجزت وقفت مع إيران ضد دول الخليج وهكذا يحدث إسرائيل كلما انتصرت علينا بالباطل تخف مع الدول الكبرى هذه الدول التي المفروض أن تنظر للسلام تنظر للعدل تنظر هذا تمتنع عن ذلك ستبقى الحروب الحرب ليست ليست شريعة البشر البشر يحبون السلام ولكن هي شريعة الغاب شريعة الوحوش عندما توجد دول عظمى تتبنى شريعة الوحوش ستبقى الحروب عندما يوجد دول عظمى كما حدث في تاريخ الإسلام يعني دول عظمى تبنت شريعة السلام فسادت السلام العالم كله لو هذه الدول العظمى الآن تتبنى شريعة السلام بإذن الله سوف وفي هذا المؤتمر أيضا رأيتكم تحشرون ما يسمى بالحركات الإرهابية ضمن ما يسمى الجين الرابع من الحروب ماشي بسادي الحركات الإرهابية أول ما نشأت لم تنشأ حركات إرهابية هي عندما وجدت أن الجيش المنتصر هو الجيش الظالم لا تستطيع أن تنتصر عليه بأسلحتها البسيطة بسكين وفرد ومسدس هذا فتبنت شريعة قانون الميليشيات وقانون الحرب الرهبية واختلط الحابل من نابل منها من هو ثوري حقيقي ومنها من هو ادعى أنه ثوري وانخرط مع الثوريين وأصبح يحاربنا وأنا أؤكد لكم يا إخواني يا سادة أننا لو عملنا الآن في العالم العربي والإسلامي عملنا إحصائية نقول من هم الإرهابيين حشاء حطنا مثل حزب الله وحطنا مش عرف مين وكذا سدوني حد لاي 80 بالمية بقول عنه مش إرهابيين وعشرين بالمية بقول عنه ليش لأن هؤلاء الرهبيين أنا وأنت من أول عنه من رهبيين هؤلاء الرهبيين أصلا تبنوا قضايا رائعة مثل قضية فلسطين وقضية جنوب لبنان وقضية الإسلام من هذا المنطلق لا يصدقنا أحد عندما نقول كيف يصدقنا عندما نقولهم تعالوا حاربوا معنا نخلق حركات نحن نخلق حركات سورية حقيقية وانهم تعالوا حاربوا فلسطين تعالوا حاربوا لبنان ساعة ذلك ينكشفون ساعة ذلك تنتهي الحروب في العالم شكرا شكرا جزيلا هل تحب أن تتكلم هل تفهم ساعة ذلك تحب أن تتكلم هذا هو ساعة ذلك تحب أن تحب أن تحب في هذا المنطق أو تحب أن تحب أن تحب في هذا المنطق أولاً لكي أكثر شكرا أعتقد أن الحرب في جيلها الرابعة قد خلقت من قبل شخص معين ولا أعتقد أنها قد خلقت لهذه المنطقة ولكنني أرى بأن الفرضية تقوم على أن الخصائص التي وصفناها هنا موجودة عبر الزمن وعبر التاريخ وأن هذه الخصائص أيضاً قد كانت موجودة في كل القارات وفي كل دال العالم منذ بدء التاريخ والزمن وما نرى هنا أن هناك أيضاً طبيعة مختلفة للحرب في هذه المنطقة تنعكس من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الحرب النووية والحرب النفسية أيضاً وأشياء كهذه وحتى هذه ليست بأشياء جديدة ولكن أوصي لنا جميعاً بأن المسألة ليست مسألة جديدة وهذا شيء كان علينا أن نواجهه منذ زمن بعيد وقد دحرناه وتغلبنا عليه وتمكننا من إدارة الأمور ووضع الأشياء في مكانها ونعيدها مرة أخرى إلى صندوقها وأن سبب ذكر أهمية الأمن والاستخبارات والخدمات الاستخبارية في البلدان أن الكثير من هذه الأشياء التي تعطي أو تؤدي إلى نشوء هذه المنظمات الإرهابية والتي يمكن التعامل معها على المستوى المحلي داخل البلدان إلى ما تمكننا من أن نحل التظلمات ونتخلص من الفساد ونحسن فرص العمل داخل البلدان ونحسن من الحياة الاقتصادية فإنها لن تجد فرصة لها ولا يمكن تصبح حوادث الدولية ولا أعتقد أن هذا بشيء جديد ولم تخلق لهذه المنطقة بحد ذاتها الدراسات والبحوث الاستراتيزية على تنظيم هذا المؤتمر ونشكر سعادة الدكتور جمال السويدي شكرا 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 نحن المشاركين في فعاليات مؤتمر الجيل الرابع من الحروب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومديره العام سعادة الدكتور جمال سند السويدي على الجهود الكبيرة التي بذلت في تنظيم هذا المؤتمر وإخراجه بهذا الشكل المشرف والرائع ونشيد بالدور الذي يلعمه المركز في تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تهم ليس دورة الإمارات العربية المتحدة فقط وإنما الدول العربية والدول العالمي كافة كما نؤكد أهمية موضوع المؤتمر الجيل الرابع من الحروب وتسليط الضوء عليه باعتباره واحدا من أهم الموضوعات المثارة خاصة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية والتي شهدت خلالها بعض الدول العربية حالة من عدم الاستقرار نتجت عن بعض التطورات والأحداث الداخلية التي أفرزت بدورها بعض التداعيات وألقت بآثارها على استقرار المنطقة والإقليم وبناء على ما ألقي من كلمات رئيسية وما عرض من أوراق بحثية وما أثير من مناقشات ومداخلات من جانب الحضور خلصنا إلى مجموعة من التوصيات والنتاج في هذا المجال أهمها ما يأتي التوصية الأولى التحذير من خطورة الجيل الرابع من الحروب ومن آثاره التدميرية خاصة مع استخدام أدوات غير تقليدية تستهدف إهناء إنهاك الدول وتدميرها بشكل منهجي فهذا الجيل من الحروب لا يستهدف تحطيم القدرات العسكرية للدولة فحسب وإنما نشر الفتن والقلاقل وزعزعة الاستقرار وإثارة الاقتتار الداخلي فيها بهدف إنهائها والقضاء عليها كليا التوصية الثانية ضرورة الاستعداد لهذه النوعية من الحروب جيدا عبر بلورة رؤية واقعية وفاعلة تمكننا من مواجهة هذا النوع من الحروب والتحديات ومصادرها التهديد المبثقة منها خاصة أنها تستهدف في الأساس تدمير النظام السياسي للدولة الوطنية وزعزعة تماسكها الاجتماعي التوصية الثالثة العمل على وضع استراتيجية متكاملة تضمن الرصد الدقيق للأشكال الجديدة للحروب والاستخدام الفاعل للقوى الدولة كلها فاليقضى والوعي والتحليل العلمي للأحداث الداخلية والإقليمية والدولية من خلال مؤسسات قوية ومتخصصة كلها أمور تشكل صمام الأمان لأي دولة تريد حماية أمنها القومي ومستقبل وجودها التوصية الرابعة هناك حاجة متنامية إلى إقامة مزيد من الحوارات والنقاشات بين مراكز البحوث والدراسات حول مفهوم الجيل الرابع من الحروب في ظل تلك التجربة المريرة التي عاشتها منطقتنا العربية في السنوات الأخيرة وما خلفته من تداعيات سلبية تهدد وحدة وسلامة الدولة الوطنية التوصية الخامسة ضرورة العمل على نشر الوعي داخل المجتمعات والدول العربية بطبيعة هذه الحروب وأهدافها والجهات التي تقف وراءها ونطالب في هذا الشأن بأن تتحمل مراكز الأبحاث والدراسات العربية والكتاب والمثقفون والمفكرون ووسائل الإعلام أيضاً الوطنية الحكومية والخاصة مسؤوليتها في رفع وعي الشعوب العربية بهذه الحروب سعياً إلى بناء حوائط صد مجتمعية تقف في مواجهة تلك الجهات التي تسعى إلى شن مثل هذه الحروب على دولين العربية التوصية السادسة الحاجة إلى تفعيل الدور الذي يمكن أن تقوم به جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة في مواجهة الوسائل التي يتم استخدامها في حروب الجيل الرابع باعتبارها الكيان المؤسسي للعالم العربي التوصية السابعة ضرورة العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل مواجهة حروب الجيل الرابع لما يمكن أن تسببه هذه الحروب من اضطرابات واسعة في مناطق مختلفة من العالم ستنتقل تأثيراتها السلبية إلى مناطق أخرى بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة التوصية الثامنة نؤكد الأهمية القصوى لعدم استخدام التقنية الحديثة وفي القلب منها وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة حروب الجيل الرابع من خلال ضبط عملية استخدام هذه الوسائل وأخيرا هناك حاجة إلى تأهيل الإعلام ليقوم بدور رئيسي في تحليل الرسالة الإعلامية بصورة تخدم الواقع المحلي وبناء وتهيل الشباب القادرين على مواجهة الحرب الإلكترونية واتباع التحليل العلمي لأحداث المحلية من خلال مؤسسات متخصصة لتبصير الرأي العام بعيدا عن الشائعات التي يمكن أن تبثها بعض وسائل التواصل الجماهري والآن نفتح باب المناقشة لمدة عشر دقائق نرجو من من لديه مداخلة أو اختراح أن يقف ويقدم نفسه وأن تكون مداخلته أو اختراحه مختصرا لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الحضور المشاركة تفضلوا مداخلة سلام عليكم سيد غنيم زميل أكاديمية ناصر العسكرية العورية استشاري الأمن القومي والدفاع الحقيقة أنا خلصت من المؤتمر أشكر طبعا يميع وشكرا للدعوة ولكن أنا خلصت بشيء مهم جدا أن في لغتين مختلفتين في تفاهم الموضوع والحوار بمعنى أتذكر كنت أدرس دورة إدارة الدفاع في نظام ديمقراطي في بريطانيا في جامعة كرامفيلد سنة 2004 واستمعت طبعا أو درست بمعنى أصح أجيال الحروب ثم لما عملت بعد ذلك في القيادة المركزية الأمريكية مندوبا عن قوات المسلحة المصرية في 2006 استمعت برضو نفس المحاضرة من جنرال جون أبا زيد كان قائد القيادة المركزية الأمريكية أي ساعة السورات ما تسميت بالربيع العربي كنت أنا رئيس عمليات جهاز لاستطلاع في إدارة المخابرات الحربية في مصر واستمعت في الإعلام المصري والعربي لمفهوم مختلف تماما عن الاستمعت لي في بريطانيا وأمريكا بمعنى لدرجة أني تشككت في إمكانيات اللغوية أن أنا فهمت غلط مع أن كنت مقايم الأول على الدورة بريطانيا إنه تشكك تشكك نظريات تختلف عن الإختراعات النظرية هي نتاق سلوك إنساني يكتشف ولا يخترع ولا يختلق أما الإختراعات مثل التكنولوجيا التسليح ما إلى ذلك وليام لند لما اتكلم على نظريات الحروب بالضبط كان أعتقد في المارينز وقال لهم كلمة مهمة جدا It's dialectically qualitative shift يعني عشان أنتقل من جيل لآخر هي عبارة عن نقلة نوعية تم حسمها وكان يقصب بيها ليس بناء على التكنولوجيا ولكن بناء على طبيعة الحرب الناتج عن سلوك الإنسان وفي نقطة أنا ما سمحتاج في المؤتمر الحقيقة أحب أضفها إن كان أهم شيء يراه للتغلب على حروب الجيل الرابع التي وصفها في نوعين الفيزيكال فيولنس أو العنف الجسدي والمنتال فيولنس اللي هو العنف الزهني وإدي مثال بغندي إنه هو عنف زهني في المعارضة بتاعته وبعض الناس يصفوا غندي إنه هو مش شريش طبعا ووصف العنف الجسدي بالإرهاب شكرا في كلمة بس أقولها أخير أستأذنك إن اللي عايزة وصله هنا إن كان قال إن أهم حاجة للتغلب على الجيل الرابع من الحروب هو الحكومات الرشيدة ولو ذكرت مثال بسيط جدا إن مثلا دولة الإمارات في ترتيب الدول الهشاشة هي أعلى دولة عربية أقل هشاشة على سبيل المثال يعني السويد هي ترتبها المئة تمانية وسبعين اللي هي أقل دولة هشاشة الإمارات ترتبها مئة واربعين بعدها كاتر مئة تلاتة واربعين السعودية مئة وواحد وهكذا بناء على إيه أنا مش بشكر والله ولا أقصد شيء ولكن بقول الحقيقة إن الحكومة الرشيدة أقرد داخل شعوبها بنظام علمي معين بناء على 12 معيار ويمكن فيه نقطة تخفع الجميع إن المعيار اللي هم عبارة أربع معايير اجتماعية معايارين اقتصادي ست معايير سياسية وأمنية بمعنى إن مش بالفلوس ليست المعايير الاقتصادي فقط للحكومة الرشيدة معايارين ولكن المعايير الاجتماعية والسياسية والأمنية هي عشر معايير كاملة إذن الموضوع هو تطبيق حقيقي لأين أكون حكومة رشيدة مسؤولة هو أفضل أسلوب لمقاومة حروب الجيل الرعب شكراً لفهم بسم الله الرحمن الرحيم اللواء طيار أركان حرب الشام الحلبي مسر شرب أكتنمية ناصر العسكرين هل نحية لو تسمحوا لي أضيف نقطة أو عد النقطة إن مراكز الأبحاث تقوم بدراسة ما هو قادم من متغيرات في أشكال الحروب يعني إحنا أنا في تقديري إن سينتهي عصر المواجهات العسكرية بصورة ما أو حيقل وال contactless warfare or no contact warfare هو ده اللي حيبقى الشكل الجديد من أشكال الحروب تكلفة المواجهة أكتر بكتير من تكلفة المنع وبالتالي يعني إذا كنا بالنقش هذا الطرح اللي موجود فعلا في المنطقة من باب أولى إن إحنا نحط النقطة دي حتى تبقى نور لبحثين أو لمراكز أبحاث أخرى قد تتناول هذه النقاط ألف شكر شكرا مداخلة أو تعليق شكرا ندى هارود أستاذة في جامعة السربون أبوضابي من نسبة للتوصيات حكينا عن حكينا عن الشباب لازم نحن نستثمر بالشباب خمسين بالمئة من سكان العالم أقل من ثلاثين سنة في جيل جديد خلق مع ما نسموه الناتف ديجيتال ما نحن نفهم عالمهم لازم كمان نشاركهم هنا الشباب ليسوا عنصر تهديد وإذا كان في عدالة اجتماعية إذا كان في قيادة رشيدة إذا كان في تعزيز للأنون والأنون الدولي هذا هو المسار يعني الطريق السليم أكيد مع تعاون تعاون على كل مع باقي تعاون محلي تعاون في المنطقة تعاون على صعيد العالم شكرا شكرا على المداخلة المداخلة أو تعليق تضلي السلام عليكم أنا فاطمة أنا كاتبة ومخرجة ومتحيزة جدا للخيال أنا من بين التوصيات أحب أسمع أن ضرورة الاستعانة بالفن والفن هو ببساطة يعني الفن يقع في البعد الرابع للخيال الواقعي يعني عفوا أنا أريد أن أقول يعني يعني مثل مثل ما كلنا نعرف إنما الكون هو خيال وهذا الخيال ينقسم إلى خمس أبعاد اللي هو بعد ما حدث اللي هو الماضي والتاريخ وبعد ما يحدث الواقع اللي نعيش وبعد ما قد ما ما سيحدث هو البعد الثالث والبعد الرابع اللي هو ما قد يحدث أنزين وفي هذا البعد يقع الفن أنزين يعني يعني إذا إحنا كنا يعني نأمل أن نوصل لما ما سيحدث أنزين وأن نكلف الباحثين فالفنان وصاحب الخيال عندك قدرة أن يوصل للبعد الرابع اللي هو ما قد يحدث أنزين مو بما سيحدث والبعد الخامس بالمناسبة بس للمعرفة هو ما لا يحدث وكل ما حدث في الكون بدأ من البعد الخامس اللي هو ما لا يحدث يعطيكم العافية يعافي إذن نكتفي بهذا القدر من المداخلات والاقتراحات المهمة التي ستأخذ حسما في الاعتبار وسيتم تضمينها في البيان الختامي للمؤتمر وفي النهاية فإنه يحدون الأمل أن يصبح ما قدم من أوراق بحثية وما طرح من أفكار وما أثير من مناقشات وما تم التوصل إليه من توصيات بمنزلة خارج الطريق توضع أمام صانع القرار في مختلف الدول العربية وتصل إلى المؤسسات الوطنية كافة التي تعمل من أجل استقرار بلدانهم وتحقيق سلمها الداخلي بحيث يمكن الاستفادة منها في وضع استراتيجيات شاملة تساعد في التصدي لمن يخططون لشن هذا النوع من الحروب والتخلص منهم ويشرفني الآن في نهاية أعمال مؤتمر الجيل الرابع من الحروب أن ألقي الكلمة الختامية لسعاد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أيها الأخوة والأخوات ونحن نختتم أعمال مؤتمرنا الجيل الرابع من الحروب الذي عقد على مدى يومين أن أرفع باسمي شخصياً وباسم زملائي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وباسمكم جميعاً باحثين وخبراء ومشاركين في المؤتمر أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حفظه الله لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر ولدعمه المتواصل وغير المحدود لجميع فعاليات المركز الحضور الكريم لعلي لا أبالغ إذا قلت إنما تشهده دول عدة في عالمنا العربي ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام له تجسيد حقيقي لحروب الجيل الرابع وخاصة فيما يتعلق بتنامي الجماعات الجهادية اللعابرة للحدود التي تسعى إلى التغلغل في المجتمعات ونشر أفكارها الهدامة والمتطرفة من خلال استغلال ثورة الاتصالات في ترويج لأفكارها ومحاولة غسل عقول الشباب وتجنيدهم باسم الدين وخاصة أن السيطرة على الفضاء الإعلامي لم تعد ممكنة في ظل التكنولوجيا الإعلامية الحديثة وأصبح من الصعب ملاحقة أو مراقبة هذا الكم الكبير من وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت التي تروج للفكر الإرهابي وتدعو إليه الحضور الكريم إن الجيل الرابع من الحروب إذا جازلنا القول جعل من الصراعات الراهنة التي تشهدها بعض دول المنطقة أكثر تعقيدا عن ذي قبل لأن القائمين بهذه الحروب في بعض الأحيان أطراف غير منظورة تسعى إلى إثارة البلبلة وعدم الاستقرار داخل الدول والمجتمعات ولهذا كان من الضروري تسليط الضوء في هذا المؤتمر على سيمات هذه الحروب وأدواتها المختلفة واستشراف وفي آفاقها المستقبلية من أجل الاستعداد الجيد لمواجهتها بشكل فاعل وبناء الحضور الكريم إن الأوراق العميقة التي يقدمت أمام هذا المؤتمر والنقاشات الثرية التي تضمنتها جلساته على مدار يومين استطاعت أن تقدم رؤية موضوعية متكاملة عن الجيل الرابع من الحروب ستؤطر لهذا المفؤوم وتمثل إضافة النوعية إلى الدراسات التي تتناول وهذا لا شك في أنه سيسهم في تعزيز الوعي لدى شعوبنا بالتحديات التي تواجه الأمر القومي العربي بمفهومه الشامل كما أن التوصيات التي تم التوصيل إليها في هذا المؤتمر تنطوي على قدر كبير من الأهمية وسنعمل على أن تجد طريقها إلى صانع القرار والجهات المعنية للاستفادة منها في كيفية التعامل مع الخطر الناجم عن الجيل الرابع من الحروب وتعزيز الأمن الوطني الشامل لمجتمعاتنا وخاصة أن هذه التوصيات هي محصلة نقاشات ورؤثرية لمجموعة من الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين بعضهم ما زال في مواقع المسؤولية ويدركون جيدا طبيعة التحديات المرتبطة بالجيل الرابع من الحروب بأبعادها المختلفة الحضور الكريم في ظل التحديات التي تواجه دولا عربية كثيرة في هذه المرحلة أصبح من الضروري أن تقوم مراكز البحوث والدراسات بدورها في مساعدة صانعي القرار على كيفية مواجهة هذه التحديات وتوعية الشعوب العربية في الوقت ذاته بطبيعة المخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي وإذا كنا في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية قد خصصنا لهذا المؤتمر لموضوع الجيل الرابع من الحروب فإننا على استعداد للتعاون مع مراكز البحوث الخليجية والعربية في تنظيم مؤتمرات وورش عمل تخصص لتناول التحديات الأمنية الجديدة التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا وختاما أتقدم بأسماء آيات الشكر لكل من شارك في إنجاح هذا المؤتمر وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا